السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم سنحضر معكم الشبكية بأسهل طريقة لتشبك بمقادير مضبوطة نجاحة 100% كتجي معلكة مجاعبة وشاربة للسلم إلي عجبكم فيديو دياليوم ما تنسوش خليوا لايك وتبرتجوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة نشوفوا المكونات وطريقة تحضير نحتاج كيلو مية قرام من الدقيق الأبيض كأس من جنجلان مطحون كأس من اللوز مطحون كأس من الزبدة المدابة كأس من ماء الزهر كأس من الماء اللي عملت معها الزفران شعرة كأس من الزيت النباتي وربع كأس من الخل ملعقة كبيرة نافع مطحون ملعقة متوسطة قرفة مطحونة نصف ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة مسكة حرة أو مستكة ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية كيس واحد من خميرة الحلويات ما يعادل 8 قرم خديث قصعة اللي غنعجين فيها العجين ضفت لها الطحين ونضيف المكونات الجافة نضيف الجنجلان مطحون واللوز مطحون ونضيف النافع مطحون والقرفة مطحونة أنا طحنتهم مزيان الجنجلان واللوز والنافع وغربلتهم نضيف المسكة الحرة والملح وربع ملعقة صغيرة من خميرة فورية وكيس من خميرة حلويات ما يعادل 8 قرم نخلط المكونات جيدا المكونات الجافة من بعد خديث كاسترونة ضفت لها كأس من ماء الزهر ونضيف الكأس من الزيت الكأس اللي وزنت به المكونات كلها هو كأس العنبالي وزن 150 قرم نضيف كأس من الزبدة مدابة كأس من الماء اللي وضعت ماء زافران شعرة وضفت ربع كأس من الخل وغدين وضعهم على النار حتى يدفعوا من بعد ما دفع الخالط اضفتوا على الطحين ونجمع العجين العجين غدين جمعوا فقط نضيف الكأس هذه الشباكية اللي نحضر معكم اليوم بمقادير مضبوطة نجحها 100% هذا هو القوام للعجين كيف تشوفوا من بعد مجمعتها من بعد نقطع العجين إلى قطع على هذا الشكل هذا كيف تشوفوا نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كمية العجين اللي عندي كاملة ونعود نرجع معكم من بعد ما كملت كمية اللي عندي كاملة نغطى العجين بكيس غدائي باش ما تنشفش لي العجينة من بعد نطلق العجينة بالمدلك نورق العجين وفي نفس الوقت نقادم الجوانب نورق العجين ومن بعد نطويه على هذا الشكل هذا نطويه ونعود نطلقه بالمدلك مرة أخرى هذا هو الشكل اللي حصلت عليه طريقة سهلة كيف تشوفوا نوضع العجين اللي ورقت جانبا ونغطاه بكيس غدائي باش ما ينشفش لي وقامت الصمار نطلق العجين بنفس الطريقة اللي عملت في الأول نطويه على هذا الشكل هذا وقامت نطلقه بالمدلك مرة أخرى ودائما العجين اللي ختمته نغطيه بكيس غدائي باش ما ينشفش ليه من بعد ما كملت كمية اللي عندي كاملة خديت صانية، فرشت لها كيس غدائي وضعت فيها العجين وغطيتها بكيس غدائي مرة أخرى ونوضع كمية أخرى من العجين ندخلها لتلاجة لمدة ساعة ونعود نرجع معكم من بعد ما طلعت العجين من تلاجة نطلق العجين على هذا الشكل نورقه هذا المرة زيان بالمدلك على شكل طولي كيف كتشوفو نقدم الجوانب بالسكين باش نحصل على قطعة نقادة نورق ثلاثة القطعات أو 4 ومن بعد ندوزهم في الماكينة وقد يسعمل الجوانب بالسكين كيف كتشوفو من بعد ندوزها في الماكينة أنا المرة الأولى دوزها في 6 دوزها في رقم 6 ومن بعد ندوزها جوج مرات في رقم 7 أنا كنبغي الشباكية تجينا رقيقة بزيف ما كنبغيها شغلاية هذا هو السمك اللي حصلت عليه كيف كتشوفو كتجي رقيقة بزيف ونستمر بنفس الطريقة اللي عملت في الأول كندوز العجين في رقم 6 مرة واحدة ومن بعد كندوز وجوج مرات في رقم 7 أنا كنحصل على العجينة رقيقة بزيف يعني كيف قلت لكم كنبغي الشباكية تكون رقيقة ما تكونش غليظة من بعد كنقطع العجين اللي ورقت بالجرارة هات الجرارة عملية كنضغط عليها جيدا بيدي كيف كتشوفو كنزول هذوك الزوائد كنعملهم في كيس غذائي ونخليهم جانبا من بعد حتى هم ما كنطلقهم ونشكلهم مرة أخرى طريقة شباك كنناخد شريط الأول كنحطه على الثاني كنناخد هاد الأشريطة بجوج كنعملهم فوق الشريط الأخير أو الشريط الخامس طريقة سهلة وكنحل على هات الشكل هذا كيف كتشوفو من بعد كنقلبها وكنجمع هاد الجوانب كنضغط عليهم جيدا وكنقلبها كنحصل على هات الشكل هذا هات الطريقة دي لتشباك سهلة طريقة قديمة معروفة وكنجمع الجوانب نضغط عليهم جيدا هذا هو الشكل اللي حصلت عليه هات الطريقة سنشكل معكم واحدة أخرى كيف كتشوفو العجين خمسة الأشريطة كنوضع الشريط الأول فوق الشريط الثاني وكنجمع هاد جوج الأشريطة كنوضعهم على الشريط الخامس وكنحل العجين على هات الشكل هذا كيف كتشوفو من الوسط كنقلبها وكنجمع هاد الجوانب كنضغط عليهم جيدا كنصدهم وكنقلبها كنتغط علي الجوانب على هات الشكل هذا هذا هو الشكل اللي حصلت علي وكنحاول اني نحلها من الوسط غادي نعمل معكم واحدة أخرى كيف شفتو كنعمل الشريط الأول على الثاني هالطريقة السهلة هي المعسمدة عندي دائما كيف قلت لكم هادي الطريقة القديمة دي التشباك وكسبقة طريقة سهلة سوف كنحاول انني نجمع الجوانب على هات الشكل هذا كنضغط عليهم مزيان كنقلبها وكنحلم الوسط نضغط وكنضغط على الجوانب على هات الشكل هذا كيف كتشوفو وكنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل العجيل اللي عندي كامل نشبكو ونعود نرجع معكم من بعد من شبكو العجيل اللي عندي كامل كيف كتشوفو وعد نخلي حتي نشف مزيان عد نقليه ساعتين هذا هو الشكل ديالهم بعد من شف وضعت مقلات فيها الزيت على النار حتى سخن قبل ما كنوضع شبكية في الزيت كنقص على النار باش شبكية جي طيبة مزيان وما تحرق ليش كنوضع كمية مناسبة من شبكية كنخليها حتى كطيب نزيان وقد تاخد لون دهبي من بعد كنزولها بالمقلات وكنوضعها في عسل اللي حتى هو صخون أنا شبكية كنوضعها في عسل صخون ما كنوضعهش في عسل بارد سافي كنقلبها على الوجه التاني حتى تاخد لون دهبي كنصفيها من الزيت مباشرة كنوضعها في العسل كنوضع هذه القلية في العسل وكنخليها فيه حتى نبغي نوضع القلية الثانية وعاد نزولها من العسل نخليها حتى تتشرب مزيان نحاول أن ننزلها في العسل لها الشكل هذا كيف تشوفه غير بشوية باش متهرش ليا ونزول هاد القلية اللولة من العسل باش نوضع القلية الثانية الشبكية تشربت مزيان نوضعها في مصفات وكرشها بجنجلان أو السمسم نقلي الكمية اللي بقت عندي ونعود نرجع معكم بشوف الشكل نهائي هذا هو الشكل النهائي للشبكية دي اليوم شبكية ناجحة 100% بمقادير مضبوطة كتجي معلكة مجعبة وشربة للسل وطريقة الشبك سهلة والمداقية السلام ما تشبعوش منه إلا تتابعتوا نفس الخطوات والمراحل اللي عملت معكم غادي تنجح لكم الشبكية إلا أعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسونيش من التعليق ديلكم الجميلة من اللايكات ديلكم ما تنسوش تبرتجوا الفيديو مع أصدقائكم لتعمل فائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله